السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي متابعينا في كل مكان أهلا بكم وحلقة جديدة في برنامج أستاذ في الطب معكم أحمد البرباري استشاري أمراض القلب الحقيقة بدأ ذي بدء أحب أنوه على حاجة مهمة واجب التنويه عنها هي أن فيروس كورونا إحنا بنحمد ربنا أن خطورة وشدة الحالات في مصر أقل من مثيلتها في إيطاليا أو أمريكا وده من لطف ربنا بينا لكن لازم كلنا نعرف أنه إحنا ما زلنا في الجائحة وما زال المرض موجود لكن ممكن شدته أقل من الشدة اللي في أوروبا أو كده ولازم ألفت النظر أن إحنا دايما نستمر على الحفاظ والتباعد والعادات الصحية اللي إحنا المفروض كلنا نلتزم بها جدا أنا شخصيا بقيت في بعض الأحيان لما أشوف حد بيسلم على حد بالإيد أو بالحضن أو كده بقيت أكنه بيعمل حاجة غلط بالرغم أن دي كانت عوايدنا قبل جائحة كورونا لكن أعتقد أنه ملوش أي لازمة أن إحنا نرجع لكده تاني يبقى دايما فيه تباعد يبقى دايما فيه في الأماكن المزدحمة موسك يبقى دايما لو حد عنده أي اشتباه في أي دور معدي يلزم البيت ويلزم العزل لغاية لما يخف يبقى دايما فيه تباعد في البيت بين الإخوات يبقى دايما فيه تباعد لو حد مريض في فصل يعزل ما يروحش المدرسة أو كده أو في الجامعة أو في أوتوبيس أو 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 ومن هنا لازم التنويه أن إحنا ما ننساش الكلام ده عشان إحنا لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة ولا إيه اللي هيحصل جديد ولا ولا يعني هو لسه الموضوع عشان هو جديد الفيروس ده فإجراءاته مش واضحة مية في المية وممكن تاخد بعض الوقت النهاردة موضوع حلقتنا عن جلطة الشريان الرئوي جلطة الشريان الرئوي ده من الممكن أن تكون مظلومة بعض الشيء إعلاميا لأنه هو مرض غير مسلط عليه الضوء بالرغم أنه هو مرض شديد الخطورة ومنتشر بعض الشيء المفروض العلاقة بين الرئة الشريان الرئوي والقلب أن المفروض الدورة الدموية الدم بيخرج من القلب في الشريان الرئوي من البطين الأيمن إلى الرئة حتى يتأكسد ياخد الأكسجين ويعطي للهوى أو للرئة لسان أكسيد الكربون وبخار الماء فهو الشريان الرئوي ده له فرعين والفرعين بيتفرعوا زي الشجرة فروع أصغر فأصغر فأصغر فإذا جاء جلطة في الشريان الرئوي في أي فروع أو في الرئيسي أو في أي فروع الرئيسية يبدأ نشتكي من أعراض اللي هي جلطة الرئة طب هو لو جزء من الشريان الرئوي جا في جلطة إيه اللي بيحصل الجزء ده الدم ده المفروض كان رايح عشان يتأكسد وكان رايح عشان ياخد أكسجين جديد عشان يقدر يديه للجسم وكده فالجزء ده ما بعتش بيتأكسد يعني فقط وظيفته زي هيبقى مخنوق مفيش هوا مفيش أكسجين الجزء ده بقى طبقا لحجمه يعني مثلا لو هو فرع صغير من الشريان الرئوي هيبقى الأعراض بسيطة نسبيا لو فرع متوسط تبقى الأعراض تبقى متوسطة نسبيا لو فرع كبير أو الرئيسي ممكن يؤدي إلى الوفاء فمن هنا ضروري جدا أن احنا ننبه السادة المشاهدين إيه هي الحاجات اللي ناخد بنا منها عشان ما يجلناش اللي هو جلطة الشريان الرئوي جلطة الشريان الرئوي بتبقى جلطة جاية من الأوردة بتيجي أكتر للناس اللي هو بعد عمليات العظام يعني جراحة العظام واحد مكسور أو كده فبيبقى رائد في السرير مش بيتحرك وأعدم الحركة ده ممكن بيجيب جلطات في الأوردة الصاق أو ما شابه ذلك والجلطات دي ممكن تتحرك مع الأوردة ترجع للنصف الأيمن من القلب عن طريق الوريد الأجوف السفلي وتصل إلى البطين الأيسر الأزين الأيسر ثم الأزين الأيمن ثم البطين الأيمن وتذهب إلى الرئة وبالتالي تعمل الجلطة فمن هنا عينين كلهم احنا بننصح العينين أنه محدش يسيب نفسه أو ياخد باله من أنه ما يبقاش فترة طويلة رائد في السرير وخصة كبار السن كبار السن أو اللي عندهم عدم قدرة على الحركة نتيجة زي ما قلت كده كسر في العظم أو شلل أو عدم قدرة على الحركة أو أو وفيه برضو في بعض الأحيان فالمرضى اللي بالشكل ده لازم ياخدوا حاجات اسمها مضادة للتجلط وقائية عشان الجلطة دي أو الأمر ده ما يروحش للرئة أو ما يجيش جلطة في الأورضة العميقة من الأساس عن طريق بعض أدوية السيولة فيه ناس بتبقى عندهم القدرة على تكوين جلطات يعني بقى فيه عندهم مرض أو نقص فيه عوامل السيولة الموجودة في الدم فبيكونوا جلطات بسهولة أكتر من الناس الطبيعية بيتم مع كتر وقفة مع شوية التهاب في جدار الأوردة أو كده فمن هنا لازم التنويه أنه هو الجلطات اللي بتيجي في الرئة دي ممكن أن هي الوقاية منها وفي بعض الأحيان بتبقى فيه عائلات يعني بتبقى فيها جزء وراسي بينتقل عن طريق نقص بعض البروتين زي البروتين سي والبروتين اس وكده طيب هو الجلطات الرئوية دي أو جلطات الشريان الرئوي ده هي هي جلطة القلب أو جلطة الشريان التاجي لا مختلفين هناك اختلاف وفارق بين جلطة المخ أو الشريان المخي وجلطة الشريان الرئوي وجلطة الشريان التاجي نحب نوضح أن فيه فرق الشريان التاجي هو بتاع الزبحة الصدرية الشريان المخي ده اللي هو ممكن يجيله جلطة في المخ او ما شابه الشريان الرقوي ده اللي هو اللي بتكلم فيه النهاردة ده ايه اللي ممكن اعراضه اعراض جلطات الشريان الرقوي الاول بتيجي في ناس بيبقى انا ممكن اتوقع ان يجيلهم زي اللي هم رأدين فترة طويلة في السرير او مش بيتحركوا في بعض حالات الاورام الخبيثة بيبقى عندهم زيادة في عوامل التجلط فممكن يجيلهم جلطات في الاوردة العميقة في الساق ويتنقل الى الرئة فهنا انا ببقى حريص في بعض الكطاعات من الناس اللي هم عرضة اكثر يجيلهم جلطات ان انا ببدأ ان انا اعمل لهم الاول اديهم انستراكشنز المفروض يتحرك والمفروض كده لو هو خلاص ممكن اديله ادوية سيولة سواء تعالج او وقائية وفي بعض الناس بنتطر نركب لهم حاجة اسمها فلتر بنركب لهم زي مصفة كده في الوريد الاجوف السفلي تمنع انتشار الجلطات من او تمنع تحرك الجلطات من اوردة الساق الى القلب اللي بدورها يتنقل الى الرئة الاعراض هنا بتختلف طبقا لحجم الجلطة وحجم الشريان اللي هيتأثر بالجلطة او حجم الفرع لانه هو الشريان الرئوي الشريان الرئوي فيه اتنين رئة رئة يسار ورئة يمنى فيبقى فيه شريانين وكل واحد بيروح رئة وبعد كده بيتفرع زي الفروع الشجرة عشان يحصل التغذية لكل جزء في الرئة ويبدأ يحصل تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية اللي هي منتشرة على كل سطح الرئتين طيب هنا لو هي في حاجة صغيرة والجلطة حجمها صغير دي ممكن تعمل شوية نهاجان خفيف وشوية سرعة في ضربات القلب المفروض الطبيعي ان احنا النهاجان في معظم حالات القلب او ضعف عضلة القلب بيجي مع المشي مع المجهود او كده لكن في جلطة الشريان الرئوي ممكن بتيجي من غير حركة خالص جلطة صغيرة تحركت من الرجل مثلا من الساق او اوردة الساق العميقة للرئة فعملت نهاجان مفاجئ وهي صغيرة قوي فبتدوب هي لوحدها او مش بتأثر كتير النهاجان المفاجئ بيروح برضو بصورة مفاجئة فهو يقولك واحدة بزرد بتيجي في الستات او في الاناف بتيجي واحدة تقولك انا بيجيلي نهاجان وبيروح وساعات كتير قوي الدكتور او بعض الاطباء بيفوت عليهم انه هو يعمل فحوص لجلطة الرئة لان كمان الامر بيبقى في بعض الاحيان بيجي للستات اكتر اللي هما بيبقوا ممتلئين شوية فهو وممكن فيه شوية انيميا بتاع فالدكتور بيبقى دماغه فلازم يعمل حسابه ان احتمال يكون النهاجان اللي بيجي من غير مجهود وبيروح لوحده ده احتمال يكون جلطات صغيرة اسمها شاورز صغيرة بتيجي في الشريان الرئوي الفروع الصغيرة بيجي كمان سرعة في ضربات القلب يعني ان احنا لما هو الجلطة الصغيرة دي ليه بتعمل نهاجان وليه بتعمل نهاجان خفيف بقى لشان الجلطة صغيرة وسرعة ضربات القلب لان الجلطة دي الصغيرة دي بتمنع تأكسد الدم في الرئتين على قدر حجم هذه الجلطة والشريان الصغير اللي افلاه او اللي افلته فترة مؤقتة فبيبدأ يحصل شوية صعوبة في التنفس اللي هو اسمه نهاجان والقلب بيحاول يعوض ده انه يدق بصورة اسرع شوية عشان يعوض الاكسجين ده وانه هو يجي يخلي لما القلب يدق اسرع بيخلي الدورة الدموية تبقى اكتر فيعوض نقس الاكسجين ده بحدود طبعا طيب الجلطة لو اكبر شوية ممكن النهاجان بقى يبقى اكتر ممكن ضربات القلب تبقى اسرع ممكن بيؤثر على غازات الدم وغازات الدم طبعا بتظهر في نسبة الاكسجين في الدم اللي هو فيه بتحليل يعني بتحليل او فيه جهاز بيبقى بيقدر يئيس نسبة الاكسجين الموجودة في الدم عن طريق الصابع او كده بس هو لازم بنحلل تحليل غازات دم كاملة عشان نعرف هو اثر ازاي على الرئاتين وزا ما قلت انه كل تأثير بيتم تبقى لحجم الشريان او حجم الفرع اللي هو جاه فيه الجلطة بتاعة الشريان الرئوي طيب هنا لو الجلطة كبيرة لو الجلطة كبيرة اوي الجلطة كبيرة اوي دي ممكن تؤدي الى فشل او في القلب او توقف مفاجئ لعضلة القلب او تبقى الموضوع اخطر يعني خطير جدا في بعض الاحيان ممكن يعمل زي ان يبقى فيه شوية دم فيه كحة كحة فيها دم او كده اه ممكن اه بيعمل الاعراض دي وسرعة ضربات لقلب زيادة ونهجان زيادة اه فده كله بيستوجب دخول المستشفى بيستوجب دخول المستشفى ودايما احنا بناخد نصيحة وبننصح صغر الاطباء والطلبة ان هو مرض جلطة الشريان الرئوي اه لازم تعمله اسمه يعني انت لو توقعته علجه لانه هو علاجه مش صعب لكن لو سبته من غير علاج ممكن يقدي الى الوفاء فانت لو توقعت مرض اللي هو جلطة الدكتوري يعني لما يتوقع ان ده جلطة في الرئة وكده يعيب ده العلاج فورا عشان يحمي المريض ده من يخش في مضعفات خطيرة جدا قد تصل الى الوفاء بعد كده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها عشان نقدر نعرف المريض ده فعلا نأكد التشخيص من عدمه بنعمل رسم قلب وفيه تغيرات بتحدث في رسم القلب بتزود احتمالية ان ده جلطة في الشريان الرئوي وطبع بنعمل ايكو او موجات صوتية على القلب وبنجد بيها برضو علامات للجلطة اللي في الرئة وبعد كده كمان بنعمل حاجة اسمها الدي دايمر الدي دايمر ده هو علامة من علامات تكسير الجلطات او حاجة كيميائية يعني وهو بالمناسبة برضو ان دي دايمر او جلطات الرئة بتنتشر بصورة كبيرة في مرض الكورونا فيروس الكوفيد 19 فهو ده جزء بقى كل يوم والتاني الاقي عينين كتير عاملين الدي دايمر تحليل الدي دايمر واقولوا لي ايه رأيك فيها دكتور هل هناخد مضادات تجلط ولا مش هناخد مضادات تجلط لان في من ضمن النظريات بتاعت الكوفيد او من ضمن المشاهدات ان هي بتعمل جلطات في الرئتين او في شرايين الرئوية طيب كل ده مهم وكل ده وارد بنيدي لازم زي ما قلت يخش المستشفى وطبقا لخطورة او درجة الشدة بتاع الجلطة بنبدأ نوجه العلاج بيبدأ العلاج بسيط بشوية اوكسجين بشوية مضادات تجلط بالحقن ممكن بالفم لغاية ما بنوصل لبعض الاحيان بندي مذيبات للجلطة والحقيقة يعني فيه فرق بين مضادات التجلط ومذيبات الجلطات وبالمرة نقول وفيه فرق بين اللي هو مضادات الصفائح الدموية ده شيء وده شيء وده شيء هو بعض الناس او يعني معظم الناس بتاخد مضادات الصفائح الدموية اللي هي في معظمها اللي هو الأستالسلسلك أسد او الأسبرين او كده وهم بقول عليه مضاد للتجلط واسمه مضاد لصفائح الدموية ده بيستخدم اكتر فيه جلطات الشرايين زي الشريان التاجي زي الشريان المخي زي الشرايين عموما شرايين الساق أو كده عشان يمنع تكوين الجلطات أما مضادات التجلط بتستخدم مضادات التجلط غير مضادات الصفائح الدموية مضادات التجلط منها الهبرين ومنها الورفرين ومنها الأدوية الجديدة كلها اللي طلع الأدوية دي بتستخدم في الوقاية وعلاج جلطات الأوردة وجلطات النص اليميم القلب زي جلطة الشريان الرئوي وبرضو بتستخدم في جلطات القلب اللي بتتكون نتيجة الزفزابة الأزينين طيب فيه بقى عندنا ممكن في حالات اللي هي الجلطات الأشد شوية بنوصل نحن ندي حاجة اسمها مذيب للجلطة المذيب للجلطة غير مضاد التجلط غير مضاد الصفائح الدموية المذيب للجلطة ده اللي هو بيتاخد عشان يدوب الجلطة المتكونة الآن لكن اللي هو المضاد للتجلط هي ربنا سبحانه وتعالى الجلطة دي هي بتروح لوحدها يعني فيه في جسمنا حاجات هي مذيبة للجلطات فبتاخد وقتها وتروح بنضمن بيه مانع الجلطات ده أو اللي هو مضاد للتجلطات ده إن ما تزيدش الجلطة دي لأن الباثولوجي بتاع تكوين الجلطة ما زال مستمر في هذا المريض عشان أنا ما أثقلش على السادة المشاهدين أنقول أحسن كلامي يبقى ألطف وأسهل زي ما قلت كده لو حد بيجي له نهاجان بصورة مفاجأة أو بيروح بصورة مفاجأة حد بيجي له ضربات قلبي سريعة بصورة مفاجأة ويروح بصورة مفاجأة مع النهاجان حد اللي هو كان عامل عملية عظم وما خدش أدوية وقائية من الجلطات لو حسب بضربات قلبي سريعة أو بنهاجان حد عنده أمراء بيدري يعني هو مثلا عنده مثلا يعني كبير أو في السن مش بيتحرك وبينسى يشرب مية حد عنده مثلا مش بقدر يتحرك شلل أو كده كل الحالات دي يبقى يناخد بالنا حتى هم ممكن ما ياخدوش بالهم يبقى اللي ياخد بالهم أبنائهم المرافقين ليهم اللي مقاعدين بيهم أريبهم ياخدوا بالهم أن هذا المريض عرضة أن يجي له جلطة في الأوردة العميقة للساق وممكن تتنقل إلى الرئة ولو تنقلت إلى الرئة فإنها ممكن تودي بالحياة وشوفنا ناس مشاهير بتجيلهم جلطات ودي ممكن تيجي في السن الصغير لما حد يكون عنده كسر مثلا في الحوض أو كده ويقعد في السرير وشهر وينسى ياخد أدوية المضادة للجلطات هيجيله بالنسبة كبيرة جلطات اللي هي الأوردة العميقة للساق وتنتقل إلى القلب ومنها إلى الرئتين طيب هنا الناس دي لازم تاخد بالها ولازم تعرف أنها تتوجه لطبيب القلب وقتها الطبيب هيشخص خلاص الدكتور شخص خلاص الدكتور شخص أنت كمريض طبعا هو شخص تبقى لصعوبة الحالة أو تبقى لدرجة الشدة هيدخل المستشفى أو ممكن يعالج بره عادي بردو ممكن سهل قوي فالحقيقة هل المريض ده بيفضل ماشي على أدوية السيولة أدوية السيولة اللي هي اللي اسمها مضادات التجلط وليست الأسبرين مضادات التجلط وليست الأسبرين هيمشي على مضادات التجلط دي فترة قد إيه وإيه مشاكل مضادات التجلط وإيه اللي ياخد باله منها هجاوب عليه بعد ما أسمع الأستاذة نعمة نعمة فقط أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام لو سمحتني دكتور أنا عندي السكر وفيني 53 سنة بس من وقت للتاني كده أحس دي النفس دايما عندي هاي أنا لست عاملة رسم قلب بقال لي رسم القلب كويس أيوه مش عارس عامل إيه بقى بديء النفس اللي عندي داي يعني كان يوم ما بقى كويسه ويرجع لي تاني الواحدة كده بقال لي كده بيجيلك كده النفس دا كده حوالي سنة سنة بيجيلك دي النفس طب انتي عندك كحة أو بحاسية على صدرك أو حاجة؟ خالص لا لا هل انتي ممتلئة زيادة أو حاجة؟ آه أنا وزني 90 90 دا مش ممتلئة يعني ماشي طب انتي هل مثلا انتي أصلا كنت قبل السنة بتتحرك كويس ودلوقتي مش قادرة تعملي نفس المجهود اللي كنت بتقوم بيه قبل سنة؟ لا خالص دكتور يعني انتي كنت من سنة أحسن؟ هبوط كده كنت من سنة كويسة خالص؟ آه طب انتي هل بيجيلك ألم في صدرك؟ آه ساعت عشان الدكتور دا كنت عاملهم منظر على المعلة وقال لي عندك اتجاع في المريض هل نسبة الهيموجلوبين عندك كويسة اللي هو الأنيميا وكده؟ حللت أنيميا؟ حللت وقال نسبة الهيموجلوبين عندك 11 آه طب بصي يعني هو أسباب النهاجان في سن حضرتك ممكن يبقى من القلب فهنحتاج الدكتور القلب يفحصك وممكن يعمل إيكو كمان مع رسم القلب عشان يعني نبقى عملنا الوركة أب بتاع القلب بعد كده ممكن يبقى من رئة لو فيه قحة لو فيه حساسية لو فيه أي حاجة آه بعد كده ممكن يبقى نتيجة حالة إرهاق زي مثلا أنت يعني بتعيب نفسك في شغل البيت أو عندك شغل كتير أو كده أو كده ممكن يكون نوع من أنواع الاكتئاب إن الإنسان لما يبقى مكتئب بيبقى مجهود وقليل وبيحس بالإرهاق بسهولة ساعات بيبقى نقص فيتامين دا ساعات بيبقى مشكلة في الكبد في الكيلة فهو يبقى لازم هنعمل وورك أب اللي انت بتقوليه الشيء الوحيد اللي قلتين عندك سكر ساعات السكر ممكن يؤثر عليك كيلة ساعات السكر باش مظبوط يعني السكر لو عالي آه هيعملك إحساس الإرهاق دا جدا ولو وطي السكر هيخلي انك يتنهاجي ويخلي ضربات قلبك سريعة ويخليك يتعرقي وكل دا مع وطو السكر لو السكر انت خدت جرعة علاج أكتر من اللازم فكل دا لازم يبقى في دماغنا وإحنا بنشوف حضرتك وفي الآخر الأمر سهل لأنه الواضح انه هو يعني كتمة النفس أو النهجان عندك مش درجة خطيرة يعني تحت أمر كيفان كنت بتكلم على ان احنا هنعالج جلطة الرئة خلاص ادينا اللي هو أدوية السيولة اللي هو الهبرين أو اللي هو يعني فيه هبرين وفيه ليه كذا نوع وهندي أدوية اللي هي بالبقى عشان هيستمر عليه زي الوارفرين الوارفرين الحقيقة دا كنا بيستمر عليه المريض طبقا للسبب بتاع الجلطة هل هو سبب مؤقت وزال ولا هل هو سبب سيستمر لو هو السبب مستمر يعني مثلا نتيجة خلل في العوامل التجلط والسيولة وكده فهيفضل ماشي عليه على طول لو هو مثلا واحد كان عامل عملية عظام وخفه وخلاص بقى أمبيوليتت بقى يمشي وكده فخلاص هنمشي ست شهور طالما ما فيش أعراض ممكن نوقف هذا الدواء السيولة كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في دواء السيولة انه هو الوارفرين دا انه هو جرعته صعب بزبطها وهو انا وانا بختار اي دواء في الدنيا بختاره بناء على حاجتين اول حاجة اللي هو قوته او شدة تأثيره او الافيشنسي بتاعه اللي هو هيخفف المريض ازاي تاني عامل اللي هي امانه الامان بتاعه ايه يعني نسبة حدوث الاثار الجانبية اقل يبقى فيه دواء اسمه امان يعني مضاعفاته قليلة فانا الحقيقة كان دواء زي الوارفرين دا كان دواء هو تأثيره كويس لكن عامل الامان فيه قليلة وكان زبط الجرعة بيحتاج مجهود غير عادي من الدكتور ومن المريض لانه هو بيعتمد في اعتمادات كتيرة على ارتباطات يعني على الانسان نفسه ومن وقت الاخر بيختلف يعني مثلا هنفرض ان فيه جرعة خمسة ميلي الخمسة ميلي دول انا ببقى عندي هدف مقدرش اعرف الخمسة ميلي دول هيعمله تأثير ايه طيب ازاي كنت انا بامشي والمرضى اللي بياخدوا دواء الوارفرين دا عارفين وكلهم بيسمعوني ومش رزم بس يكون بيتاخد في مرض جلطة شران رقوي كان بيتاخد في استمامات القلب كان بيتاخد في الزبزبة القزينية كان ممكن يتاخد في بعض حالات المخ فهو الوارفرين دا كان المرضى كان واحد مثلا ياخد خمسة ميلي مقدرش اتوقع نتيجته الا بعد محلل تحليل السيولة وازبط حاجة اسمها الـ INR مثلا تطبقا للحالة تقريبا من اتنين لتلاتة الـ INR دا اللي هو اسمه International Normalized Ratio دا كنت بازبطه على هذه الجرعة وممكن قدي خمسة ميلي يجيب نتيجة اعلى من ثلاثة بكتير وممكن قدي نفس الخمسة يجيب نتيجة وان انا اتحمل ريسك حاجة زي كده كان زبطه بيتم بشوية مجهود وكنا ممكن نزود ميلي اقلل ميلي اتنين ميلي اقلل لغاية ما نزبط الجرعة بعد ما نزبط الجرعة لازم نحلل كل شهر واحنا كويسين واحنا كويسين نحلل كل شهر ممكن تلخبط اه ممكن تلخبط وممكن ما تلخبطش الحقيقة وصلنا دلوقتي ان فيه ادوية جديدة طلعت تحل مشاكل الوارفرين ده الادوية دي كانت اول ما نزلت كانت غالية اوي الحقيقة يعني كان ممكن يوصل الدواء اعتقد مثلا في الشهر الالف جنيه من خمس سنين فكانوا كتير الصنف ده نفسه بقى موجود في التأمين الصحي العادي بتاع الحكومة مجانا بصفر جنيه وفي حاجات تانية هقولها بعد اخذ الاتصال التليفوني لأستاذة نجلاء أستاذة رضا أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك اللي بيجيلي وجع في نص صدري كده ايه في نص القفص صدري كده ايه وجع زي السكاكين وابتر حاجة بصحة عليه من نوم ايه اه بيبقى سكاكين في دلوعي من قدام كده من نص القفص الصدري كده اه بيضهري من ورا ايه سكاكين بتقطع في المكان دوت وبيوجعني جامد ومش بقدر اخل نفسي بعض اضم في ايدي كتير ايدي الاتنين كتير عشان اضم القفص الصدري على بعضه بس ايه بيوجعني اكتر واكتر حاجة بيوجعني لو صمت انتي عندك كم سنة انا عندي 35 عندك ضغطة او سكر لا لا ما عنديش اي امراض الحمد لله لما تمشي يجيلك الوجع ده لما بمشي لا وانا قاعدة اه وانتي نايمة اكتر وانا نايمة اكتر بصحة عليه اه ومامتك وباباكي احبارهم ايه لا امني الله يرحمهم كانت توفت كم سنة كانش حد عمل اسطارة حد كده كده لا ما عندي لاش حد كانت مامتك توفت كم سنة الايه مامتك توفت كم سنة 55 55 دي صغيرة جدا توفت ازاي فاشل كالو فاشل كالو طب بص يا سيتي هو الوجع اللي انتي بتحكيه مع سنك مع عدم وجود ضغط مع عدم وجود سكر مع عدم وجود تاريخ مرضي في القسرة اعتقد ده غالبا ارتجاع فيه المريء لان ده بيحصل وانتي نايمة ان ممكن شوية حمض يرجعه من المعدة على المريء يعمله اللي انتي بتقوليه السكاكين وكده وحمودة وبتاعه وتسمع في ظهرك ممكن لكن انا كده كده لابد ان انا تطمن برسم قلبي وإيكو عشان ما تكونش فيه حاجة وتفوت مني لكن القلم اللي بيجيلك ده مش قلم زبحة ليس قلم زبحة لكن في بعض الاحيان قلم الزبحة بيجي باي شكل فانا بس هنصحك تعمل الرسم قلبي وإيكو وهيطلعوا كويسين ان شاء الله هتاخدي حاجة للمعدة هتبقى كويسة خالص معنا بقى الأستاذ النجلاء أستاذ النجلاء علوة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور احمد البربري اهلا وسهلا حضرتك يا دكتور انا كل ما بزعل الايام دي ضربات قلبي بالزيد شوية وبيجيلي شكة كده في قلبي بتقوى الثواني وتروح ودلوقتي مسلا جودي قال لي خبر عني شوية فمن ساعتها وانا ضربات قلبي بالزيد والشكة شغالة في قلبي برضك مش عارفة عامل ايه حاضر تحت عامل كسيت هو اول حاجة نعرفها انه هو الزعل عادي انه هو يزود ضربات القلب هو ده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان فيه حاجة اسمها الجهاز العصبي اللاقيرادي جهاز العصبي اللاقيرادي ده بيبقى فيه جزء اسمه السمبستك والبرا سمبستك مع الزعل مع الحرب مع الحب مع الخوف السمبستك ده بيزيد فبيزود ضربات القلب لما بيزود ضربات القلب ده وممكن الزعل مش يعني الزعل في حد ذاته مش حاجة كويسة مش حاجة ايجابية فهو مفترض ان احنا يعني ممكن معلش الزعل يؤدي الى حدوث الزعل الشديد يؤدي لحدوث امراض حقيقية يؤدي لحدوث زبحة يؤدي لحدوث مثلا سرعة شديدة في ضربات القلب ممكن خبر وحش يؤدي الى توقف عضلة القلب فطبعا احنا بننصى حضرتك بس ان انت تهدي نفسك شوية وانت لو مش عارفة تهدي بالقرب ان الله سبحانه وتعالى او ان انت تغير الجو ممكن تاخدي مهدئ ومفيش مانع ابدا ان احنا هنعمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب عشان نطمئن لكن غالبا انت مش هيطلع عندك حاجة لكن لازم يعني الزعل يعني الزعل ده شيء سلبي شيء ممكن يؤدي الى امراض عضوية ولابد ان نبعد عن الزعل ده بالقرب من الله سبحانه وتعالى وممكن مفيش معنى ان هو كل الناس ممكن تبقى عندها ظروف ممكن يعني نبعد عن الظروف دي لو ما قدرناش ممكن بناخد مهدئ تحت اشراف طبيب فكنت بقول ان احنا مرضى الجلطات الشريان التاجي الشريان الرؤوي بيحتاجوا ياخدوا فترة ادوية السيولة وقلت ان احنا كنا بنجد معاناة في ان احنا ناخد ادوية زي الوارفرين لان زبطة الجرعة بتاعته كانت صعبة وقلنا دلوقتي طلع ادوية تانية الادوية التانية دي بتقدر تبديها وانت متطمن لنتجتها بدون ما تعمل تحليل ولا حاجة فانت بتوفر على العيان الحقيقة كنا زمان ما بنعرفش نكتب عشان غالية كان غالية ودلوقتي طلع بدايل كتير للاصناف الغالية يعني في كده ايه في القطاع الدواء ان بيقى فيه اللي هو اللي هو الملكية الفكرية بيقى بعد خمس سنين ممكن يطلع بدايل فهو بدأ يطلع بدايل والبدايل الارخص لكن هو الاصلي والبدايل اللي بقى موجودين في التأمين الصحي العادي تأمين الصحي بتاع الحكومة تأمين الصحي اللي هو بتاع الناس يعني بتاعنا احنا عامة الشعب فده حاجة كويسة وحاجة جميلة فده بيتاخد لو هو زي ما قلت كده اللي جاله جلطة في الرئة او في الشرين الرئوي والسبب بتاعه زال هياخد ست شهور لكن لو السبب ما زال موجود هياخد على طول يعني لو كان خلل في التجلط او عامل التجلط اللي في الدم او 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 هيفضل ماشي على طول في احيان كتيرا بيبقى سبب التجلط اللي هو ان بيبقى فيه او سبب جلطة الرئة ان فيه جلطات في الاوردة العميقة في الساق وساعتها دي ممكن بنلبس بتاع اللي هو الشراب بتاع الضغط او رباط ضغط عشان يساعد فيه ان الدم يطلع من تحت الفوق واحنا وقفين عشان يبدأ يتنقل الدم وكده طبعا بننصح الناس اللي جات لها جلطات في الساق او كده ان هي ما توقفش فترات طويلة يعني مثلا لو كان مدرس لو كان يعني اي وظيفة بتتطلب الوقفة الكتير المكواجي كده بنحاول يعني ايه يريح نفسه شوية قدر المستطاع ويبقى يرفع رجله فترة ما يبقى الشوء في فترات طويلة عشان الدم ما يقفش تحته ويبقى عرضة للتجلط مرة اخرى مرة اخرى في بعض الناس ما بنعرفش يعني ان احنا نسيطر على الجلطات الاوردة العميقة دي فبنركب زي ما قلت حاجة اسمها انفيرور في ناكافل فيلتر فيلتر يعني حاجة كده يعني حاجة كده زي زي مثلا الدبلة الخاتم دي بس في وسطها فيلتر 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 بيتحط او بيتزرع بأسطرة بأسطرة زي الأسطرة بتاعت اللي هي الشرعين تاجه كده أسطرة يعني حاجة تخش جوه بس بتخش في الوريد الوريد الأجوف العلوي أو السفلي الوريد الأجوف لازم يوصف الاخر الوريد الأجوف السفلي تبقى لمكان الجلطة لو الجلطة بتيجي من الساق لازم الوريد الأجوف السفلي وبتتحط فتمنع وصول الجلطات من الاوردة العميقة اللي في الساق الى القلب وعشان ما تروحش للرقة ليه بنعمل كده لان جلطة الرقة ممكن تودي بالحياة وعندنا حالات من دي كتير وعندنا حالات مركبة الفلتر ده كتير وممكن يكونوا بيشوفوني دلوقتي او مش بيشوفوني يعني ممكن يكونوا بيشوفوني او هيشوفوني تاني فهو جلطة الرئة لازم ان احنا نزيد الثقافة بيها ونزيد الناس نلفت نظرهم ان في حاجة اسمها جلطة في الرئة يعني حتى لو يعني الشيء دايما لما بينتشر بيتحط في الدماغ يعني ممكن ممكن مريض رايح بينهج او عنده ضربات قلب سريعة ورايح للدكتور والدكتور بيفكر في كل الاسباب وسايب جلطة الرئة لانها قليلة شوية بالنسبة للامراض الاخرى وتكون هي دي مفتاح التشخيص ويكون هو ده مفتاح العلاج فاحنا لما نتكلم في الميديا وكده بالصورة دي لما حضرتك اللي تسمعني ممكن ما تكونش طبيب لكن تكون حد هتاخد بالك حتى انت ممكن لو لفت نظر الدكتور ده مش يعني ممكن 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 وطبعا يعني كل الدكاترة في قرصنا واخوتنا واسدزتنا وطلبتنا وكل حاجة وكلهم معظمهم بيبقوا كويسين من هنا لازم نعرف يعني ايه جلطة في الشريان الرئوي ولازم كلنا نعرف ان الرئدة في السرير دي حاجة خطيرة جدا وهي مرض في حد ذاته ولازم كلنا نبقى عارفين ان ما حدش ينام في السرير بمزاجه ولان كمان غير الجلطات بيعمل قرح فراش فاحنا في موضوع النهاردة الجلطات ده على الاقل ده يمكن منعه بدوى سيولة هتاخده اسمه وقاية المشكلة الكبيرة بقى ان حد يكون عنده ما يقدرش ياخد دوى السيولة انه مثلا عنده كان نزيف في المخ نزيف في كذا فتبقى هنا الحسابات مختلفة لكن عزيزي اللي بتشاهدني دلوقتي لازم تبقى عارف ان جلطة الرئة دي يمكن الوقاية منها لو حد نايم في السرير او كده بدوى والانسان ما يبقاش فيه رأدة طويلة في السرير قدر المستطاع وان لو حد جاء له نهجان او ضربات قلب احتمال يكون جلطة في الرئة وفي النهاية الوقاية خير من العلاج وخالص تحياتي لكم جميعا دكتور احمد البربير شكرا جزيلا شكرا جزيلا